قام الباحثون بمحاولة فهم العلاقة بين السعادة والنجاح من جهة وبين أشياء أخرى سأتكلم عنها وتبين لهم التالي فيما يتعلق بعلاقة الناس أكثر مالاً أو جمالاً أو يعيشون في بلاد ذات رخاء اقتصادي هل هؤلاء الناس هم أكثر سعادة بالضرورة من الآخرين وبطريقة جوهرية؟ لم يثبت أن الناس الأكثر مالاً أو جمالاً أو رخاءاً اقتصادياً هم أكثر سعادة بناء على دراسات أكثر الناس مالاً يتكيف مع وضعه كما تكلمنا وهو ليس بالضرورة الأكثر السعادة بين البشر نعم تزداد مستويات السعادة مع المال لفترات معينة ولكن الإنسان مع هذا التكيف يستقر وضع السعادة عنده السعادة التي تأتي مع المال الوفير تأتي أحياناً ولكنها تأتي لأن الإنسان الذي لديه فلوس يصبح لديه قدرة أكثر على إنشاء الصدقات والأعمال الاجتماعية وليس بالضرورة أن يكون مصدرها المال إذن ما هي مصادر السعادة والنجاح؟ تختلف من إنسان إلى آخر لا ريب أن أفضلها بالإضافة إلى كونها معايير متفق عليها مع الآخرين تنبع من معايير داخلية تتجاوز الأمور المالية والمادية كما ذكرنا وفيما يتعلق في بيئة العمل بالذات أن الأعمال التي تؤدي إلى السعادة والنجاح ليست بالضرورة هي التي مرتبطة برواتب أعلى بل متعلقة بحب الإنسان لعمله وهذا يأتي مع أخلاقيات العمل ولا نعني بأخلاقيات العمل هنا الأمور متعلقة بالعدل والمساواة والخطأ والصواب بل نعني الاعتقادات والسلوكيات التي تؤدي إلى إحساس الإنسان بقدرته على الإنتاج وأحداثه فرقا في بيئة العمل أخلاقيات العمل إذن تعني الاعتقاد بأهمية العمل ققيمة بحد ذاته بمعزل عن الأموال والمناصب وأهمية المثابرة والعمل الدؤوب ينظر إلى العمل ققيمة جوهرية بحد ذاته كمثال نقول سعاد تتمتع بأخلاقيات عمل بمعنى أنها تقدر العمل الذي تقوم به تجهد في أداء مضطلبات عملها بغض النظر عن درجة الإشراف أو المراقبة من مديرها المباشر ترتبط أخلاقيات العمل بالإيجابية بنواحي متعددة شخصية مثل المثابرة والجد والإخلاص والتفاني ولهذا ترى بعض الناس الأثرياء يرسلون أولادهم للعمل في عطل الصيف ليس بهدف اكتساب أموال أو مهارات محددة بل بهدف توطين أنفس أولادهم على تقدير العمل ومتطلباته أما هؤلاء الناس الذين لا تتاح لهم هذه الفرص فرص العمل الجدي في العطل وفي فرص الصيف وبنفس الطريقة نراهم يفتقدون إلى هذه المهارات بعض أصحاب المؤسسات الكبيرة العائلية يرسلون أولادهم للعمل في مؤسسات خارج مؤسسة الوالدين حتى يكتسب الشاب أو الشابة فهما للعمل بمعزل عن كون آبائهم أو أمهاتهم من الأثرياء أو من أصحاب المؤسسات الخلاصة النهائية لهذا القسم هي التالي يكمن النجاح الحقيقي في أن تجد أهدافا متجددة في حياتك وأهداف سامية تكمن السعادة الحقيقية في أن يعمل الإنسان ما يحب وأن يحب ما يعمل أن يتصف عمله بأخلاقيات عمل إيجابية مفيدة له على المدى الطويل ومفيدة للمؤسسة التي يعمل بها ومفيدة كذلك للمجتمع أن حب العمل النابع عن تقدير العمل ققيمة أروع من حب العمل كوسيلة للحصول على المناصب والأموال لمعرفة علاقة العمل علاقة النجاح بأخلاقيات العمل أود أن أسألكم سؤالا بسيطا بناء على الدراسات ما هو معدل إنتاجية الفرد العربي في اليوم الواحد أي كم ساعة عمل إنتاج فعلي من أصل اليوم عمل يمتدت من ساعات كم ساعة عمل إنتاج فعليا يقوم بها الفرد العربي فكروا في هذا السؤال بحس يمكن خمسة بيانة ثلاثة وخمسة ساعتين مثلا ممكن ثلاثة ممكن تابع الحاجات مهمة جدا في ساعة ساعتين خمس ساعتين